اهلا بك يا زميل محمد خير تحية لك وصباح الخير عليك صباح الخير على كل من يتابعنا دون من خلال شاشة قناة البلد بعد هذا نتفاصل نوفيكم بنشرة الحشيح اهلا بكم استقبل سفير علي الصادق علي وزير الخارجي المكلف امس سيد ايدن اوهارا سفير الاتحاد الاوروبي الجديد لدى السودان وتسلم منه نسخة من اوراق اعتماده وناقش علي الصادق مع سفير التحديات التي يمر بها الانتقال الديموقراطي في البلاد والدور المتوقع للاتحاد الاوروبي في تحقيق التوافق الوطني والدفع لتكوين حكومة مدنية تتولى تكملة الفترة الانتقالية وتقود البلاد الى الانتخابات العامة امتدحت الامم المتحدة جهود ومواقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق اول محمد حمدان دقلو في اجراء المصالحات القبلية ورعايتها وتسهيل التوقيع على المصالحات القبلية واحتواء النزاعات في ديرفور ذكر تقرير مجلس الامن حول الحالة في السودان وانشطة بحثة الامم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية ورعاية نائب رئيس مجلس السيادة عدد اتفاقيات سلام واجراء مصالحات بين زعماء القبائل عقب احداث دامية في اقليم ديرفور لمعالية مشكلة العنف الواسع النطاق بين القبائل اعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء الاستمرار في التزعيد بصورة اكبر بداية من اليوم الاثين الثاني عشر من سبتمبر الجاري وحدثت اللجنة في بيان تزعيدين جديد الاضراب الشامل في كل القطاع عن كل الاعمال الادارية والفنية الاجتماعات التقارير وكل انواع الصيانات بالاضافة لتخفيض الحمولات تدريجيا بنسبة اشرين بالمئة اضافة لتصبح اربعين بالمئة قالت اللجنة في بيانها اذا دع الامر سيتم تسليم المحطات للساد المسؤولين كشفت الادارة العامة لطوارع الصحية بولاية الجزيرة في تقريرها لانتماع اللجنة الفنية لطوارع الخليفة الصحية الذي التأم صباح امس برعاست الدكتور طارق عباس العجوة مدير الادارة العامة للطلب الالاجي للطب الالاجي عن تأثر ستمائة واحد وسبعين قرية بالسيوري والانطار وانهيار ثمانية الاف واربعمائة وواحدين وتزعين منزلا كليا واثين وعشرين ومائة وثمانية عشر جزئيا وانهيار ثلاثة وثلاثين مير فقال حكوميا وانفوق ستة وثلاثين رأسا من الماشية ووفاة ثمانية عشر مواطنا واشار تغرير لترحيل ثمانمائة وثمانية وتزعين أسرة لمعسكرات الإيواء وتنظيم حملات رزازي في خمسة عشر من الأحياء وتبزيع تزعة وعشرين وتزعمائة ناموسية وكلورة وسبعمائة واحد وعشرين مصدر مياه داخل الشبكة دشنت مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمقر مفوضية العون الإنساني مشروع المساهمة في سد الفيوة الغذائية للأسر تحت الفقر في سودان بتلسيق مع مفوضية العون الإنساني وامتدح مفوض العون الإنساني دكتور نجم الدين موسى عبد الكريم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ووقوفه دعمه للسودان في المجالات كافة وأشاد بمركز الملك سلمان للأدوار التي ظل يقوم بها تجاه سودان معبرا عن شكره وتقديله للمملكة العربية السعودية ووقوفها قيادة وشعبا مع الشعب السوداني عبر مبادرة سد الفجوة الغذائية بسودان موسيقى أوصى والي الشمالية المكلفة الأستاذ الباقر في معبر أرجين الحدودي لمدة ثلاثة أجهر بغرض التأهيل والصيانة للمعبر خاصة وأن الوضع الحالي للمعبر المتردي وقال الوالي في اجتماعه مع رئيس هيئة الجماركة السودانية الفريق بشير الطاهر ومدير الشركة السودانية للموارد المعظمي مبارك أردول وممثل وزارة النقل خلال زيارتهم لمدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية أن المعابر ترفض خزينة الدولة بالمليارات يوميا مطالبا الجهات المعنية بتأهيل المعبر الذي يعتبر إحدى واجهات الولاية الشمالية وصل 34 خبيرا روسيا إلى منطقة وادي حلفة لإجراء مسح جيلوجين للمعادن بصحبة وفد حكومي من وزارة المعادن وأشار خبراء إلى أن وصول الوفد الروسي هو نتائج لمخرجات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين التي انعقدت شهر الماضي بموسكو أكد الخبير معتز حسن علي على نجاعة الشراكة بين البلدين وما يمكن أن يعود للسودان من فوائد باطن الأرض وأشار إلى الخبرة الروسية وكذلك شفافيتها وأكد علي تكنولوجيا التعدين الروسية يمكن أن تقلل من مخاطر المواد المستخدمة للتنقيب وأثار وصول الوفد الروسي إلى مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية الردود أفعال الواسعة في داخل قطعات الولاية الشمالية بحثت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بوزارة الصحة وتنمية الاجتماعية في اجتماعها أمس برعاست الأستاذ مواهب جسم الله الأمين المدير إدارة الطوارئ الصحية وتصدي للأوبئة الملفات الصحية المتعلقة بنازحين ومتضررين السيور والأمطار وتقارير ترددات الأمراض بالولاية حيث بلغت زيادة النازحين بالولاية 970 أسر بما يقارب 4623 فردا ذلك عقب تجدد الاشتباكات مؤخرا وناقشت اللجنة تقارير المراقبة الأولية للأمراض وظهور حالات الإسهالات والميلاريا والتيفويد مشيرة إلى أن 1050 نازحا تم تحديدهم كمرضى يعانون من الميلاريا ودعت إلى ضرورة معالية الإفاقات المتكررة واستنفار الجهد الصحي للخروج من هذه الأضرار أصدر ناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادية الديمقراطية الأصلى عمر الخالف الله تعميما صحفيا حول ما ولد بشأن التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 ضمن أعمال الورشة التي أعدتها اللجنة التسيرية لنقبة المحاميين وخبراء القانون السودانيين وأوضح أن ما تم التوقيع عليه بواسطة أمين أمانة القانونيين بالحزب ما هو إلا الرأي الفني للحزب في المسودة ولا يعتبر موافقه من الحزب على المشروع وأكد الناتق الرسمي باسم الحزب الاتحادية الديمقراطية الأصلى أن الحزب يسير على هدى المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية والتي أطلقها مولانا سيد محمد عثمان الميرغني والتي تحض على ضرورة توافق القوى السياسية والمجتمعية والمدنية لتحريك قاطرة الانتقال الديمقراطي رياضيا حقق نادي هلال الساحل السوداني فوزا على ملعبه على ملعبه الجوهر الزقاء على نادي جيتا جولد التنزاني بهدف دون رد في طار ذهاب الدوري التمهيدي من مباريات الكوفيدرالي الأفريقية وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب عمر الشمالي في الدقية الخامسة من زمن المباراة موسيقى قلب نادي الميرغ تأخره للفوز بهدفين مقابل هدف امام ارتاسولار الجيبوتي في ذهاب تمهيدي ابطال افريقيا امس لحده كان الميرغ قد استقبلت مرمى هدفا في دقية الثامنة قبل ان يدرك الاحمر تعادل ويسجل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة موسيقى بهذا الخبر نكون وصلنا وياكم مشاهدين لنهاية عرض العاشرة من قناة البلد والان من السودي الاخبار انتقل مباشرة الى زميل محمد خير اهلا مرحبا بك محمد من جديد